وردنا الآن بيان من رئاسة الجمهورية هذا نصه نظم صباح اليوم بمقر رئاسة الجمهورية حفل تلقى أثناءه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الصديقة لدى الجزائر وهؤلاء السفراء الجدد المعتمدون هم على التوالي سعادة السافر الجمهورية بوركينافاسو السيد أمار سادو سعادة السافر الجمهورية كود إيوار السيد ساهي الفانس فوهو سعادة السافر الجمهورية البرتغال السيد لويز مانويل دماغليهيس دالبيكريك سعادة السافر جمهورية تنزانيا المتحدة السيد جاكوب جيدون كينغو وقد جرى حفل تقديم أوراقها الاعتماد بحضور كل من مدير ديوان رئاسة الجمهورية ووزير الشؤون الخارجية الذين حضروا أيضا استقبال رئيس الجمهورية تباعا لهؤلاء السفراء الجدد